اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في عنا بالنخاع الشوكي 31 شدفة ويحدد كل منها بجدر حسي وجدر حركي الجدر حركي هو امامي بطني خارج من النخاع الشوكي وجدر حسي هو الخلفي الظهري داخل النخاع الشوكي وفي عليه عقدة حسية لهذا المقطع العرضي اللي ممكن نشوفه هون عم نشوف هذا البستيريور هذا انتيريور هذا الخلفي الظهري والامامي البطني هي العقدة الحسية الطالعة من او اللي موصوله بالجدر الخلفي وهذا الجدر امام الجدر امام يقول كبير فيه خلايا عصبية حركية اسمها خلايا النجمية والخلفي هو الحسي فيه هون خلية حسية هون خلية حركية بناتن سيناب مش بك عصبي او وصلة عصبية الجدرين بنتبجوا مع بعضهم قبل مغادرة القناة الشوكية اللي يكونها عصبا شوكيا اسمها عصب الشوكي المختلط او المختلط لانه فيه حسي حركي وهذا يمثق او بيطلع من الثقب الفقرات راحت المشاركة بس ارجعت هلا هلا هي واضحة عليكم ها دكتور واضحة حكيم هلو واضحة حكيم واضحة الله يزيك الخير المشاركة واضحة بالنسبة لكم ها دكتور واضحة ها المشاركة واضحة بالنسبة لكم ها دكتور واضحة واضحة شكرا اذا ما ينبثق العصب الشوكي المختلط من الثقب بين الفقرية وتمتزج وتتحد العصب المغادرة للثقب بين الفقرية وتشكل الضفائر والفروع العصبية العصب محيطية عن ماذا يكون الجدر العصبي مسؤولا يكون مسؤول عن التعصيب الحسي لمنطقة من الجلد هذه إلى أذية الأعصاب المحيطية ولكن بأليات أخرى غير ميكانيكية ويطلق على الأذية اعتلال العصاب المحيطية وهو البريفرال نيروباثي أهم مثال هو اعتلالات مرضى السكري مرضى السكري بشكل عام يشكون من اعتلال العصاب المحيطية ويمكن للسكري أن يقلد بعض الحالات العصبية المفردة بشكل ظاهري وعندها لو أجرينا تخطيط عصاب دقيق سنجد أن بقية العصاب محيطية متأذية ولو بنسبة قليلة طبعا عصب الرقب الأول ما في وجود الحسيمة ما بتعرفه جميعا بالتشريح تصنف بذلك اعتلالات الأعصاب المحيطية بحسب الجزء المتأذي إلى اعتلالات الجذور واعتلال العصاب نفسه ومتلازمة الأذية المضاعفة في عنا قطعات جلدية قطعات عصبية حسب التوزعات فبنسبة لأعتلالات الجذور هي عبارة عن أذية جذر عصب شوكي وحيد وسببها أذية أو ضغط القرص الفقري القريب أو المناقير العظمية اتنين اعتلال العصاب نفسها أو ذاتها وهي أذية العصاب المحيطي الوحيد وعادة ما يكون سببها انضغاطيا كذلك أما بالنسبة لمتلازمة الأذية الضبل مضاعفة فإن أذية جذور الأعصاب والأعصاب محيطية معا تكون موجودة وهنا لا بد من اتخاذ قرار العلاج المشترك أو المضاعف للأذيتين الجذرية والمحيطية فالإصابات الموضعة للجذور الرقبية والقطنية الشائعة بعكس الجذور الظهرية لأن حركة الفقرات الظهرية محدودة بينما تتحرك باقي الفقرات بحرية أكبر وخاصة العنقية وأصفر الظهر القطعات الجلدية عم نشوف توزع الجذور على اليمين C345678 اليسار عم نشوف الوجه الأمامي والوجه الخلفي لليد توزع الأعصاب هذا الفرع الجلدي الخلفي وهذا الفرع الانتهائي المحيطي الأنسي وهذا الفرع الراحي والمعرفة مكاني الأذية كما تعلمون جميعا نلجأ إلى تحديد قطاع الجلدي المعصب من الجذر أو العصب المتأذي فما هي القطعات أو الشدف الجلدية؟ القطعات الجلدية هي المنطقة من الجلد والمعصب حسيا من جذر حسي خلفي تابع لعصب شوقي واحد مثل جميع مناطق الجلد المعصب حسيا من جذر حسي للعصب الصدري الرابع تنين في قطعات عضلية يكون فيها جذر الحركي لعصب شوقي وحيد مثل جمعة العضلات المعصبة بالجذر الحركي للعصب الرقبي الخامس يختلف توزع قطعات الجلدية بين المراجع نظرا لعدم موجود توزع ثابت لها بين البشر أيضا بعض التوزعات الوعائية تكون مختلفة بين أجزاء أو بين العروق مختلفة بشرية ولكن الأشياء والأرجح في المراجع والتي اعتمدت في هذا الكتاب أن الشدف المسؤولة على المناكسات وهي شدف هامة لأنها ما تزال موجودة معكم وهام جدا أن الاطلاع عليها ومعرفتها لمعرفة وين مكان الإصابة أو شو المشكلة الموجودة فمنعكس العضلة بايسيبس لدات الرأسين مسؤول عنه الشدف C5 وC6 وكذلك منعكس العضلة العضوضية الكعبورية باست الرسغ مسؤول عن الشدف C5 وC6 أما تريسيبس باست العضوض مسؤول عنها الشدف 7-8 السيرفيكال كله هدول الرقبيات نجي لتحت على اللامبر القطني القطني الثالثة والرابعة مسؤول عن باست الرقبة ومنعكس الرضافي هدول الأشياء الشغلات السريلية يعني لتحت كمان شوي العجوزية الأولى العطف الأخصي للكاحل ومنعكس سوتر أخيل أو أشيل يجب بعرفة التوزع الحسي والحركي والمنعكسات الخاصة بكل جدر عصب اللي نقوم بفحصه عند الشك بأذية الجذور مثل ما حكينا أول شي عند وجود إصابة لجدر شوكي أو عصب شوكي سيحدث لدى المريض ألم وضع في مكان الإصابة وهذا الألم ينتشر إلى المنطقة الجلدية المعصابة وهذا الانتشار بيساعدنا معرفة وين المشكلة هاي الصورة بتوضح قطاعات الجلدية عم نشوف فيه الاختلاف بين توزع العصاب والجذور بهاي الصورة عم نشوف توزعات القطاعات العضلية كل مكان عضلية وين يكون فيه المشكلة أو يكون فيه عفواً توزع العصاب الموجود للتعصيب الحركي بالنسبة لإعتلالات الجذور اعتلالات الجذور منحكي من فوق لتحت اعتلال الجذر الرقبي يكون فيه عنا صفات الألم موقعه يكون سطحي أو عميق انتشاره في منطقة محددة أو على كامل العنق شكل الألم مواخز أو حارف أو ممزق هل نمط الألم مستمر أم متقطع ومخفيفة أم شديدة وما هي محارضات ومخففات الألم متى يتحسن وتأسو بحركة معينة ميل الأمام للخلف استراحة حديد حركة العنق وهل يتحرض بالجهد أم يتحرض بالراحة أو مرافقة الألم في حس حرقة مرافقة أم هناك ضعفة عضلياً أو خدر أو تنميل أو في قصة سقوط أو انزعاج مثل هبوط اليد هبوط قدم إلى آخرين عدم ارتياح هم نشوف بالصورة اليسار اللي هي عبارة عن فتق النوى اللبية رقبي ظهراته السريرية هم نشوف أنه يحس المريض الألم بهذا المكان نازل من زاوية الفك تحت شحمة الأذن نحو الأسفل من مروراً بالقطرائية ثم ألم ويكون شديداً عادةً عن الوجه الأمامي والأنسي للعدد ويأخذ بالاتشار إلى الساعد إلى الطرف الوحشي وفيه اعتلال جذر رقبية سي ست سي سبعة أما عن انفتاق القرص الفقري الرقبي فهو يؤدي إلى أحد المتلازمات الثلاث الشهيرة أولاً ممكن يؤدي إلى اعتلال الجذور العصبية الرقبية ثانياً اعتلال النخاع الرقبي ثالثاً الألم المفصل المحوري أما اعتلال الجذور العصبية الرقبية فتتظاهر بانضغاط والتهاب للعصب الشوكي مع أعراض موافقة لمستوى الإصابة أما اعتلال النخاع الرقبي تشمل أذية الحبل الشوكي وتظهر أعراض العصبون المحرّة السفلي في الطرفين العلويين وهي عبارة عن ناقص حس وضمور عضلي وذلك بسبب تأدي الجذور العصبية الرقبية في منطقة انضغاط كذلك تظهر أعراض العصبون المحرّة العلوي نورون العلوي في الطرفين السفليين اشتداد منعكسات والأخمصين بابلسكي بالانبساط بسبب انضغاط الجملة الهرمية في العمود الرقبي أثناء نزولها من القشر مروراً في العنق بسبب الدسك الموجود فقد نشهد أعراض النورون العلوي في الطرفين العلويين وذلك بحسب موقع الإصابة في النقاع ألم مفاصل محوري وهو عبارة عن ألم ميكانيكي محرّط هو عبارة عن أدية غطاري في العمود الرقبي ويحدث عدم ثباتية فيها فهي المتلازمة الفيكت فهو محرّط بألم يصفي أنه ميكانيكي بالنسبة للمتلازمة الفيكت أو الفيست هي عبارة عن متلازمة تنجم عن الاحتكاك الحاد للسطوح المفصلية بين الفقرات النواة الفقرية وذلك بعد زوال غضروف الحامل في السطوح أو تآكله يتآكل غضروف مع التقدم بالعمر وقد يكون السبب ميكانيكي انضغاطي وزن زائد عمل شاق أيضاً يجب الانتباه خاصة طلاب الطب ولدين يدرسون كثيراً أثناء وضعيات الدراسة تعد المنطقة الرقبية والقطنية كما تعلمون جميعاً أشيع أماكن حدوث هذه المتلازمة وهي احتكاك السطوح المفصلية بين الفقرات نتيجة أذية القرص الواصل بينها يعاني المريض من ألم يتحرض بتحريك المفصل الفقري وقد يحصل المريض لمرحلة التألم خلال المشي أو حتى على الراحة وهي ألم مبرحة تحتاج إلى تدبير علاجه سريع ما أمكان نحك على الحالة السريرية سريعة في عنا مريض عنده ألم بالركبتين أجل وراجع عدة أطباء داخلية وجراحة ومعامين ما استفد فأجل عند حضرتكن فحصتوا عنده نتيجة ألمكن المميز بالفحص السرير للأمراض العصبية فلاقيتوا في عنده اجتداد منعكسات طرفين سفليين وكان عنده بابنسكي يعني الأخمص بالانبساط وفحصت له منعكسات اليدين طلاثة مشتدة وكان في عنده علامات لا منعكسات محولة في الطرفين العلويين وهذا الشيء بتماشى مع أذية النقاع الرقبي عمت له تصوير رنين ماناطيسي فلاقيته في انضغاط شديد في النقاع الرقبي في الموقع سي خمسة سي ستة طبعا هون شوفوا العلاج العلاج هو جراحي في العام الأقلاب رغم خطورته حتى يكون مريض شابا فهو جراحي بحت أني غالبا لا يتحسن على العلاجات التوائية وقد لا يكون التحسن تاما إن كان الانضغاط شديدا وحادثا منذ فترة طويلة المنعكسات المحولة أو المقلوبة هي عبارة عن منعكسات تدل غالبا على أدية ضغاطية في النقاع الرقبي وتؤدي أو يؤدي القرع على العضلة البايسبس في نايت الرؤوس إلى تنبيه سي خمسة ستة يعني إلى قبض أصابع اليد مما يدل على التفعيل الشدفة سي ثمانية لأن القدرة على مسك الأشياء أو القدرة على قبض اليد هو مسؤول عنه سي ثمانية اللي هي بتغيب بإصابة كلومك بشلال كلومك هذا بيحد السهل ولادة تظهر تظهر الصورة تعصيب الجذور الرقبية حسنة حركية لمنعكسات مسؤولة عنها بنسبة للصورة هي عبارة عن ملخص على كنافه أنه هو الجذر والقرس والعضلة والمنعكس والإحساس فنشوف مثلا إذا جينا على رأسين العضلة الدالية منعكس ومنعكس ثنائة الرؤوس إذا بلشنا من أول هو الجذر الخامس إذا جينا حسيا عم نشوف هو بيعصب حسيا الجزء الوحشي من الذراع إذا جينا أخذنا كمان على سبيل المثال الترايسيبس والسطر التالت فالجذر مسؤولة سي سبعة القرس مسؤولة سي ستة سي سبعة ففي عنا هون بيعصب ترايسيبس ثلاثية الرؤوس عطف الرسغ وبسط الأصابع هاي العضلات المسؤولة إذا جينا حسيا فهو منتصف الأصابع ترايسيبس وحلقة الأصابع أو كلاهما حسيا وسي ستة سي سبعة هو المسؤول بشكل عام لكن التركيز أكتر حتى ما يصير منرجع شوي لفوق نحن بهمنا أكتر من ناحية السريرية اللي حكينا هون أول شي شغلات الأهمة اللي هي توزع إضافة لوجود الشدف المسؤول على المنعكسات هدول الشدف المسؤول هند الأهم وملاحظون كثير بالحياة السريرية ومهم جدا أن نفحصون عند كل مريض عنده شكاية قد تكون فيها أذية أو شك أذية جذور أو اعتلال أصاب محيطية ننتقل إلى أذيات العمود الفقري الزمال الكرام عنا أول شي داء الفقار وهو عبارة عن التهاب التهاب وين التهاب مفاصل شونه عوتنا كسي يصيب الفقرات ونسجل محيطة بهذه الفقرات ومن الطبيعي مشاهدته عنده الكثير من المرضى مع التقدم بالسن الثانين انحلال الفقرات أو الفقار وهو عبارة عن عيب يحدث في الصفيحة المعترضة للفقرة ناجم عن انضغاط وضعية الجلوس الخاطئة أو كسور أو حتى حركة زائدة الفقرة وشو منشوف من انحلال الفقرات شو عينة زمن الصورة وجود كسر مع انزلاح لأمكان الصفيحة المعترضة للفقرة انزلاق الفقرات ومصرح الشائع تسمعوا كتير والتوضع الأمامي الخاطئ للفقرات مقارنة بالفقرات الأدنى منها ويحدث انزلاح للفقرات دون وجود كسر مما يؤثر على الوظيفة الحركية هذه الصور اللي عم نشوفها فإذا بلشنا من أول وحدة هنا اليسار الار هنا عم نشوف حلال الفقرات حلال الفقرات هذا عظم العجوز ففوق شوفي عنا أي فقرة أي فقرة فوق عظم العجوز القطنية الخامسة لازم حكي سمع دكتور فانحلال الفقرات لازم شوف مثل ما قلناه هون انحلال الفقرات ماذا يحدث فيه سمن دوليسز هو داء الفقر حلال الفقرات فيه يكسر أما الحلال فهو عبارة عن عيب تنكسي سمن دوليسز هو داء الفقار إذا قارننا هاي الفقرة القطنية الخامسة قارننا أيضا الفقرة قطنية الرابعة أيضا طلعنا لفوق القطنية واحد واتنين أيضا يوجد انضغاط شوف المسافة المفصلية بين الفقرات القطنية مثلا أربعة وخمسة لاتة وأربعة واحد واثنين عم نشوف انضغاط القرص الفقري مع نقص معدن الفقرات وانحلال هاي الفقرات وهذا عبارة عن التهاب ممكن يصير عند كتير من الكبار بالسن اللي هي الصورة الأولى هون على اليمين هاي الصورة شو عم شوف فيها إذا اعتبر نتعج اللي فوق القطنية الرابعة شو عم شوف فيها جسار بصاب حال ايواء كسر مع انزيح بالصفيحة المعترضة بهذا المكان أما بالنسبة إلى انزلاق الفقرات عم شوف انزلاق للفقرات توضع الأمام لجسم الفقرات بسبب انزلاقها وإذا تغير ونقص في المسافة المفصلية منلاحظ انه المسافة المفصلية بين القطنية هاي الخامسة والعجزية أقل من التي فوقها وفوقها ونشوف مسافة المفصلية طبيعية وهنا المسافة المفصلية مفقودة تقريبا أو تكاد تلتحم فقرتين مع بعضهما نتيجة هذا الخلل الانزلاق في التوضع الأمام ننتقل لأذية الضفائر وهي أذية هامة جدا نلاحظها بحالة السريرية على السريع تذكير تشريحية فيزيولوجية تتشكل الضفيرة العضوضية من العصاب الشوكية من الرقب الخامس وحتى ظهر الأول وتمتد من أسفل الرقبة إلى تحت الترقو وفوق الضلع الأولى يعني عند الأبت تقمة الرئة تبدأ بالجذور وثم الجذوع وثم الأقسام وثم الحبال والعصاب الانتهائية وتملك الضفيرة العضوضية ثلاث حبال تعطي مجموعة من العصاب الانتهائية وهي الحبل الوحشي والحبل الخلفي والحبل المتوسط أما عن الحبل الوحشي فيعطي العصب العضري الجلدي والعصب الناصف أما الحبل الخلفي فيعطي العصب الإبطي والعصب كعبري أما الحبل المتوسط فهو يعطي العصب الناصب والعصب الزندي وهي مشروحة هنا على يصار بشكل واضح ومختصر الضفيرة العدودية وعصابها هام جدا أن نعرف تركيب الحبال حتى نعرف وين الأدية موجودة فما هي أذيات الجذع العلوي للضفيرة العدودية سمى شل أرب دوشن أو شل الأرب وتشمل الأفات لتصيب C5 أو C6 وبعض الحالة تضيفها لC7 تظهر الأدية في القسم البعيد من الذراع وتنتج غالبا عن توسع أو توسيع المسافة بين الرأس والتتف لما يجي الولد تجي القابل عبد والده هم أسبابه ديستوشا لهو عسرة الولادة أو ممكن بعد السقوط ترضي على الوجه الجانبي للعنق ما هي عراض الإصابة؟ عراض الإصابة تظهر منطقة الجلد الفاقدة للحساسات بلون أحمر ويكون الطرف المصاب معلقا على جانبي الجذع موضوع بوضعية ألسية اسمه يد البخشيش أو يد النادل أو يد الشرطي أو إلى اسمه متعددة بهذه الطريقة الموجودة على اليسار ننتقل إلى شلال كلومكا الذي ذكرناه علىه وهو عبارة عن أذية الجذع السفلي الضفير العضوضية ينشأ الجذع السفلي من اتحاد C8 و T1 هام جدا وتسمى هذه الأذية بشلال كلومكا وتظهر أعراض الأذية في القسم القريب من أبراع من أسبابها التعلق بغسن أثناء الوقوع من شجرة وتلازمة مخرج الصدر والسحب الجائر لليد أثناء التوليد قد تنجم أذية الضفيرة العضوضية عن جراحة الثدي أو التشعيع الفرق بين كلومكا و دوشين لكثير من الحالات أن كلومكا لا يمكنه المسك بسبب أذية T1 فهون عم شوف اليد اليمين ما بتحسن تقبضها هاي الطفلة ومشوف هون الولد أثناء التوليد قابلة أو دكتورة النسائية شدة إيده كتير أدى إلى التمطط و أذية الجذع السفلي C8 ما هي الأذية الشائعة في الضفيرة العضوضية؟ 5-6-7 وهي عبارة قطع الجذر الرقبي 5 تمزق 6 وتمطط 7 الضفيرة القطنية العجوزية من تقل إلى تحت تتألف من جذور وأعصاب الجذور من الجذر الصدري 12 إلى العجوزي الرابع العصاب كما تعرفونها درست مرارا سابقا نعرج عليها بشكل سريع القطني الخثري الأوليوبي العلوي القطني الإربي الأوليوبي السفلي الفخذي التناسولي الجلدي الفخذي الوحشي الفخذي والجلدي الفخذي الخلفي وإضافة للوركي وهام سكياتيك والعصاب الفرجية الحيائية والسداد أو العصاب الساد تشمل الضفيرة القطنية الفروع البطنية الأمامية الحركية الواحد حتى الاربعة وتشمل الضفيرة العجزية الجذع القطني العجزي الاربعة والخمسة والفروع الأمامية البطنية من اس واحد حتى اس اربعة ننتقل إلى الأشياء السريرية فما هي أسباب ذية الضفيرة القطنية العجزية الأورام كسرطانات عنق الرحم والبرستات والمثانا وسرطانات الكولونية الشرجية وأذيات وسرطانات أورام الكليا والثدي والخسية والمبيض والسركومة واللمفومة اثنين انضغطات بالأنيوريزم أمهات الدم الأبهرية وأذية الضفائر بالأشعة أثناء العلاج الشواعي والتهاب الضفائر التاري لإصابة حلق النطاقي كما تعلمون اعتلال النخاعة السكري الردود وهي نادرة بهذا المكان وقد تكون تظاهر لاعتلال العصاب الوحيد المتعدد الذي يدورس في محادثة سارقة تذكرة يؤدي انضغط الضفيرة القطانية لألم في الناحية الفخذية ويؤدي انضغط الضفيرة العجزية لألم في الجانب الخلفي من الفخذ سورتين موجودات السور اليمين انضغط الضفيرة العجزية بورم دموي والسور الريسار انضغط الضفيرة القطانية بورم المفاوي فالتيومر هو العبيضات بالطرفين الجزء الخلفي من الفخذ فيه الألم وهذا المنطقة الفخذية الأمامية هي فيه الألم ننتقل إلى أذيات العصاب المحيطية ونقول أن هناك أعطينا العصاب الوحيد وهو كامان نيرو مونونيرو باثي كامان مونونيرو باثي وهو شائع ويظهر نتيجة الانضغاطات للعصاب العصاب الأبطي من الأول شيء العصاب الأبطي تعتبر أذيته شائعة بسبب استعمال العكازة تحت الأبط انضغاطه بالعكاز فهذه المنطقة اللي بيع الصبه سريريا وهذا مكان نشوقه التشريح تظهر عراض انضغاط العصاب هو ألم كتف وضعف في العضلة الدالية دلتويد مثلا اثنين العصاب العضلي الجلدي هذا منطقة العصاب العضلي الجلدي ويمكن أن ينضغط بسبب وضعية خاطئة أو حمل ثقيل أحيانا بشكل مختصر العصاب الناصف العضلات التي ينصفها وهي الخراطينيات الأولى والثانية ومقابلة الإبهام أو ضرة الإبهام مبعدة الإبهام القصيرة وقابضة الإبهام القصيرة أما بقي العضلات باليد بعصب العصاب الزندي طيب عصب الناصف ما هي أشعة الأماكن؟ أشعة الأماكن التي يصاب فيها العصاب الناصف هو رباط الستروترز والعضلة الكابة المدورة وقد يصاب عند منطقة الدخولي فيها إصابة الفرع بين العظام الأمامي أو نفق الرسغي ومنه تنشأ متلازمة النفق الرسغي فهي متلازمة النفق الرسغي وهي عبارة عن ألم ليلي خدر وشواش حسي خاصة عند النساء بعد الحمل أو أثناء الحمل ونقص الحس في ثلاث أصابع ونصف وضمور في عضلة إلية اليد أو ضرة اليد اللي هو هذا المكان أثناء اتصالها بالإبهام عند هذه الزاوية وقد يوجد في عنا وذما في هذا المكان ففي عنا بعض العلامات الموجودة علامة تينيل وعندما نقوم بالطرق على العصب يشعر المريض بلسعة كهربائية وتظهر بنسبة حوالي 80% 60%-80% فالطرق على العصب الناصف في هذا المكان في مكان خروجه من النفخ الرسغي فبيشعر المريض بحس كهرباء اختبار فالن وفالن المعاكس واختبار الضغط اختبار فالن هو عبارة عن أنه ضم ظهر اليدين مقابل بعضهما يظهر يحرظ ظهور الأعراض يظهر عنها علامات الألم والخدر والتشوش الحسي ونقص الحس نحط الإيدين الظهر على الظهر وجه الظهري لليد بالطرفين أما المعاكس فهو نحط راحة الإيدين الراحتين مقابل بعضهم لبعض ومنضمن لبعضهم يضغطون فبتظهر الأعراض لتيش تنضغاط العصب اختبار الضغط وضع الضغط مباشرة على نفخ الرسغ يحرد الأعراض وتظهر بلسبة مين من حالة تقريبا يضغط الفاحس على النفخ الرسغي على الخط الناصف فبتظهر الأعراض شكل جلي واضح متلازمة النفخ الرسغي غالبا تصيب النساء واللي بيستخدموا إيديهم العبيد الرياضيين حامل الأثقال النساء فترة الحامل بسبب الوضن في هذا المكان وانضغاط العصب ما هي الأسباب الشائعة الاستخدام المتكرر لليد من أهم الأسباب الحمل أيضا ذكرناه وأيضا هناك مجهولة السبب قد تكون مجهولة السبب الضغط المتكرر على نسيج الضغط أو يكون النفخ الرسغي صغيرا وهناك أمراض جهازية مثل قصور الدرق أو ساركويد والسكري والريماتوزم والريماتويد أرترايتس والأمنودوزز والنشواني أو أن هناك كتلة رسغية ككيسة عقادية ورملي في عصر بتشكولات شريانية وريدية وعطف الرسغ خلال النوم يأخذ النائم وضعية خاطئة ولا يصح هدول اللي حكيناهن على اليمين عم شوف اختبار فالن في الطرفين وجه الظهري لليدين وجه الأمامي عم بلاينا ظهور أعراض متلازمة نفخ الرسغي وضغط كمان على عطف اليد ضغط على مكان عصب الناصف أيضا نؤدي إلى ذلك اليسار اليسار أثناء عطف أصبع الإبهام نحو الداخل وضغط على هذا المكان وإديره ظهور الأعراض هذا كان كله عن العصب الناصف وهو عصب هام جدا وتلاحظون فحيس سريرية كتير وبسألكم خاصة نساء الحوامل هو شائع ننتقل إلى العصب الزندي عصب الزندي هو يعطي علامة يد المخلب فهو فيه منطقتين أساسيتين أو أساسيتين للإصابة المرفق وقناة جايون المرفق نتجة الاستناد عليه لفترات طويلة كما في استخدام كمبيوتر أو قناة جايون عند مستخدمين المفكات لفترات طويلة يشتغلوا بالصيانة وقد يصاب أيضا في المعصم أو راحة اليد فهذا نفق كايون الأنسي في هذا المكان بالتحديد عند اتصال ساعد في الرسم ويصاب فيه إصبع ونصف حسيا الأنسيات طبعا ثلاثة أصبع ونصف للناصف هي علامة يد المخلب هي علامة يد المخلب مثل المخلب الحيوانات المفترسة يعني فهي تكون موجودة أثناء ذات العصب الزندي فهي إصابة حركية العصب الزندي وأيضا إصابة حسية هي الأسبوع ونصف حكينا عنه الأنسيات الخنصر والبنصر ننتقل إلى العصب الوحشي وهو عصب الكعبري العصب الكعبري اللي هو عبارة عن يعني بصير فيه وقد يحدث فيه علامة هبوط اليد أو سقوط اليد واللي اسمه شر الليلة السبت أشياء الأماكن التي تصاب بها نتيجة النوم على الكرسي أو الاستناد على الذراع في منحة تسقوط اليد نتيجة انضغاط العصب الكعبري العصب بين العظام الزهري وتكون الإصابة حركية فقط وتحدث الإصابة السطحية تكون حسية فقط وتدعى كيراليجيا باراسيتيكية وتتظاهر بفقدان الحس في ظهر اليد وتحدث أحيانا نتيجة ضغط ساعة اليد أو زمها عندما يربطها الشخص بشكل يعني ضغط على مكان الرسق أهم تظاهر هو سقوط اليد في هذه التظاهرات ملخص بسيط لإصابة العصاب الثلاثة حسيا وحركيا عمشوف على اليسار حسيا وعليمين حركيا فإذا جئنا للعصب الكعبوري هذه الإصابة الحسية من الابهام والوحشي والإصابة الحركية على اليمين قبوط اليد العصب الناصف عمشوف إصابة الحسية للتصابيع ونص إصابة الحركية أثناء حركة التقابل بين الابهام والخنصر إصابة العصب الزندي إصابة الحركية سبعة ونص وعمشوف أيضا مشكلة بتبعيد الأصابع مع بعض من بعض وعلى بتيادة المخلب بالنسبة للأثنية للأذية الحركية ننتقل للعصب الفخذي الجلدي الوحشي هذا هي منطقة تعصيب العصب الفخذي الجلدي الوحشي على الهثار بسير عن تنميل الخدر على وجه الأمامي للفخذ تنميل الخدر على وجه الأمامي للفخذ طبعا إصابة حركية بالعادة ما فيه دون إصابة حركية وإصابة بعدها زيادة الوزن غالبا أو بسبب الألوسة الضيقة ووضع أحزيمة لهذا المكان للضغط على العصب ننتقل إلى العصب الفخذي تكون إصابة في الضفير القطنية القطنية العجوزية خاصة عند مرضى دائبي تسميلة السكري والإصابة مشتركة حسية وحركية وتظاهر فيه بعلامات ضعف في عطف الورك ومناكس الركباء الضغسي مناكس الرطفة الضغسي أوبتريتر نيرف أوبتريتر نيرف يصاب في العمليات النسائية والولادة بسبب عيوة تأخذ المريض أثناء العمليين العصب الوركي وهو هام يتألف مجموعة عصبين الشضوي المشترك السطحي وضنبوبي العميق أول علامة تظهر عند أصابتي تكون هبوط القدم نتيجة إصابة العصب الشضوي ما سبب هبوط القدم أذية العصب الوركي نتيجة إصابة فرعه الشضوي لأن العصب الضنبوبي محمي وعميق بالنسبة للعصب الشضوي المشترك يكثر عند الأشخاص الذين يقومون بغرفة القدمين فوق بعض المال بعض أو الجلوس في وضعية القرفصة لفترة طويلة أو عند مرضى السكري على يسار العصب الشضوي المشترك يكون العرض الأول لالتهاب الأوعية التهاب الشرايين العديد العقيد عند الشباب الذكور هو إصابة العصب الشضوي المشترك وتظاهر بشكل هبوط قدم ولا يكون مريض قادر عرف قدمه الأعلى وبدو أن يتفشكل ويسقط شلل قسم الأمامي والوحشي لعضلات الساق الأمامي والوحشي لأن العصب الشضوي المشترك توقدان الحس في ظهر القدم والأصابع والقسم الأمامي الوحشي من الساق فلما يشوف هبوط قدم عند الشاب لا يكون قصة رد أو قضية خاطئة فهو غالباً الفسكوليتس هو غالباً الفسكوليتس التهاب الأوعية أي هبوط قدم عند الشاب بدون عامل مؤهب رد مثلاً ساب واضح كوضعية خاطئة هو التهاب الأوعية حتى يثبت العكس يعني التهاب الشرين عديد العقد ننتقل إلى العصب الضنبوبي العميق وأسباب إصابته هو وجود كيسة ضمن الركبة وتلقي رد على الركبة وإصاب العصب الضنبوبي الظهري في بتنازمة نفق عظم الكعب وهو النفق الرزغي للقدم فالعصب الضنبوبي هو العصب الضنبوبي العميق هي أماكن موجوده فعمل نشوف في الأعلى ضمور عضلي بسبب إصابة العصب الضنبوبي ضمور عضلي بالقدم اليسرى وتعصيب القدم في الأسفل هي تعصيب القدم الضنبوبي الجيمن S21 والأخمصي الوحشي الجيمن S21 والأخمصي الناصف الجيمن القطني الرابع والخامس وعمل نشوف على اليسار تعصيب الطرف السفلي مثل ما واضح وحكينا على أهم عصبين أساسيات نحاول أن نعرج على اعتلال العصب الوحيد المتعدد ونقول أن السبب الكلاسيكي هو البان لحدوثي البان اللي هو التهاب الشرين العديد العقد والذي يسبب هبوط القدم عند الشباب كما ذكرنا من الأسباب الأخرى هو متلازمة شارك ستراوس وداء لايم وحبيبوم واغنر والجذام ومتلازمة جوجرين والسكري أسباب التلال العصب الوحيد المتعدد هي أسباب جهازية بحتة لأمراض كبيرة متلازمة شارك ستراوس وداء لايم حبيبوم واغنر كون فيه سي أنكا بوزيتف والجذام وجوجرين والسكري ما هي الاستقصاءات اللي بتطلبها لهيك مرضى بدك تعمل سي بي سي وسرعة التثفل وتعاير في الثمين بي 12 تشوف كرة حمراء والخضاء بأدي تعمل رحالان بروتينات المصل وممكن تعمل بولة ووظائف الكبد وإيضاً الكلية ممكن إذا شكيت بشيء مناعي تطلب الانتي نيكولر انتي بادي وانتي جنجليوزيد وانتي نيرونال ضد المناعة الذاتية الدراسات الأكثر تحديداً ودقةً هي الدراسة الصبغية فممكن تطلب وتشوف في عنا مشاكل تضاعف الكروموزوم 17 أو تشوف الـ HMSN1 دراسات تخصية بحتة أو حذف الكروموزوم 17 أو الـ HLPP تقطيع العضلات الكهربائي ويمكن إجرائه حالياً في منطقتنا ممكن تطلب تحليل بول إذا شكيت بالبرفيريا أو انسيمان بالمعادن الثقيلة أو وجود بروتين ممكن تبزل السائل دماغ الشوكي حتى تشوف إذا في انتان أو وتعمل تخطيط كهرباء يتنبيه الحس لتعرف شو يعتبت التنبيه الحسي وتخطيط العصاب يعتبر غمض النخاعين مسؤول عن نقل العصبي بينما المحوار هو مسؤول عن الاستجابة العصبية لذلك عند أذية غمض النخاعين تتأخر الاستجابة فيتطاول الزمن وتتبعث الإشارة أما عند أذية المحوار تنقص سعة التخطيط بينما لا تأثر الزمن ولا حدث أي تطاول فهو تغير بالشكل إذن مميزات تخطيطية أكيد حدا من أريبينك أو حدا من المرضى بيألك شفنا التخطيط دكتور في رأته قد تكون تخصية بحتها ولكن بشكل عام المحوار مسؤول عن الاستجابة وغمض النخاعين مسؤول عن النقل فأذية النخاع أو غمض النخاعين عفوا أذية غمض النخاعين تتأخر الاستجابة فيتطاول الزمن وتتبعثر إشارة أما عند أذية المحوار فتنقص سعة التخطيط ولا يتأثر الزمن ولا يحدث التطاول أتغير بالشكل فهي كانت نهاية محاضرتنا هاي كانت آخر فقرة المحاضرة شيقة وأهم شيء فيها هو تمييز هبوط اليد وهبوط القدم والأذيات الضمورية التي تحدث مع متلزمة النفق الرزغي لأنها أكثر شيوعا حدوثا في الممارسة السريرية أيضا مكونات العصب الوركي والأذية الفخذية أيضا يد المخلب وشلال كولومكا وإربدوشن هي من الأشياء السريرية التي نلاحظها بشكل اسبوعي في الممارسة السريرية آآ شكر الله لكم إصغاءكم إذا حالا عنده سؤالية جماعة يتفضل يسأل آآ في بعض محاضرات لها الآخر محاضرة أنه حربت امتحاننا أيوة أي ما تمتحان كنا بقى إزالي تور حالا آآ كأنه بأربع شهر أربع عشر واحد أربع عشر واحد أول مادة أربع عشر واحد طيب بتحبوا مثلا السبوع القادم ناخد محاضرة أو تنتين مشا نخلص ولا مثلا بتكون تتفرغوا للدراسة لأنه محاضرات لسه في محاضرات متقررة ورغم النخاء نحن اتجاوزناها هل أني رح تاخدوها أو عرفت أنه خدتوها بالأشعة أو بتكون تاخدوها بالأشعة والله ياريت يا حكيم إذا هيك بقى رب فرصا بنختم يعني ما مشا نحن نحن أطلقنا أربع واحد أربع واحد بيخلص دوام من فصل أول أربع واحد في معنا أسبوع لسه اليوم ستا وعشرين شهر نعم الاثنين القادم بيكون اتنين الشهر اتنين الشهر إن شاء الله بنختم إذا حبيتوا آآ منخلص المحاضرات الموجودة نعمل عليها وابريفياشن اختصرة قدر مستطاع ومنخلص باتنين الشهر إذا مناسب لحضرتكم إن شاء الله أربع شهر شو عندكم إذا اتنين واحد إذا اتنين شهر نعمل أما نفاصل بينكم مسلا عشر داية أنت شون ترتاح يعني أو نحب يعني اتنين شهر يفضل إنت كيفك أول شي بس إذا اتنين واحد بيخلصوا معك بيكون ممتاز ولا بعد أمرك طبعا اتنين واحد منخلصهم إن شاء الله بيمشي الحال إن شاء الله اتنين واحد منخلص الشي المطوب مننا امتحانكم بأربع واحد لا حكيم نحن نعطي الأربع واحد أول ما بأربع سعش واحد أربع سعش واحد طيب إن شاء الله خير طيب حكيم بس مداخل فضل دكتور ممكن حكيم تعطينا دا باركنزون كونهم وهم صراحة أنهم شبنا نشوه العيادات يعني الحصر العصبي هيا لك ما أخذنا تحب نطينا عضرتين خيب تكرم إن شاء الله إن شاء الله منخصصته إن شاء الله جلسة الأسبوع القادم وإياكم إن شاء الله زملاء ما في سؤال ننهي اليوم نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله دكتورنا الله أزيك خير يا رب لما